بمقادير بسيطة وموجودة في كل بيت سنحضر معكم اليوم أسهل وألد وأجمل تحلية بتلت نكهات الطبقة الأولى ستكون بدوق الشوكولاتة الثانية بدوق لفاني والثالثة بدوق البرتقال أحبائي حبيباتي جيفو زمي تباشي الجمعية نحضروا هذه التحلية مع بعض السلام عليكم ونبدأ مباشرة في طريقة التحضير نوزي كسخول أو قدر نحط 500 مليليتر من الحليب نضيف عليهم مئة غرام من السكر حبيبات وستين غرام من الميزينة أعطيت لكم المقادير بالغرامات فيما يخص حجم الكأس هنا اللي استعملتوا هو ميا وخمسين مليليتر ما الأحسن نشأ الدورة أن نغرب له ونحن نضيف عليهم حاول يزوج مغارف كبار من الكاكا والبني المر ما يعادل عشرين غرام تحضير عمربي ما الأحيان مع السكر نضيف على ناح تحديد التحريك المستمر حبيبات خليطة ديالكم بداي عقاد نطفو عليه النار من جهة واحدة اخرى اخديت مول زجاجي الابعاد ديالو هي 2.4 سنتيمتر خليات منتاش سنتيمتر دهنتو بشوية ديال ماء باش هاد التحليا ما تلسقليش فيما بعد ونفرغو عليه مباشرة الطبقة الاولى اللي هي بدوق الشوكولاتة نوزحها هكذا مليح باش نطيلها سطح متساوي على كامل جوانب ديال المول نحط الان المول ديالي بجانب نخليه يبرد ونروح مباشرة نحضر طبقة تانية اللي حتكون بدوق الفانيلا حطيت طنزي كاسخول نصف لتر ميناء الحليب زدت عليها ميات غرام من السكر حبيبات وستين غرام من نشاء الدراء اللي هي العميزينا اني حنك هاد الطبقة بلافاني هنا عندي كاسين من الفانيلا نقدروا نستعملوا فانيلا اون بودغ كما تقدروا تستعملوا تاني كلافاني اون ديكيد نحط لك اسخول على نار تكون متوسطى مع التحريك المستمر حتى يقدم معي هاد الخالط انطفوا عليه النار ونفرغوه مباشرة فوق طبقة الاولى اللي هي طبقة الشوكولات ونروحوا الان مباشرة باش نحضروا الطبقة الثالثة لا يحدكون بالبرتقال البرتقال والمندارين تقدروا تستعملوا البرتقال وحده كما تقدروا تستعملوا المندارين وحدها انا فقط حبيت انخلط بينتهم لانه يعجبني لكل اغدية المندارين جي شوية فونسي وبالتالي حرية دلنا اي حط تعطي لها لون شباب اذا هنا عندي كمية انا حنستعمل الكمية لتخرج لي خساس وميليليتر من عصير البرتقال نبدأ الان نحصل في البرتقال انا حنعاون نروحي بهاد العصارة الكهربائية كما تقدروا تانيك تستعملوا عصارة يدوية ونحاة تانيك نستعمل هاد الاناء ليرفد اكزاكتمو 500 ميليليتر قمت بخير انا بروفيت باش ندل معاكم هاد الوديسير بما اننا نران في وقت تشينا ومراهي شغالي بزاف ونبروفيت تانيك بويسك تشينا راهي موجودة سي لاسيزون ديلها نقدرون نعصرها ونخبو العصر لها في الكنجيلاتور ونستعمله ووقت الحاجة هاد التحليه بزاف منعيشة في فصل الصيف لذلك نحتفظه بالعاصر البرتقال في الكنجيلاتور و نتجبه في فصل الصيف لكي ندروا هذه التحلية و لا اي نوع اخر من التحليات البردات التي تندر بالبرتقال وصلت هنا للحبة الاخيرة و الكمية اللي حضرتها خرجت لي اكزاكتومو سنسو ميلي ليتر من عصير البرتقال و المندارين تقدروا تانيك تشلو العصرة ديلكم بالماء و تركبيروا هادك الماء و تضيفوه العصير ديلكم نفرغ هادك العصير دونزي كسخول و اكيد لازم نصفيه و بمساعدة ملعقة خشبية نحرك ملاح باش ننزل كامل العصير ديال البرتقال نزيد الان كمية من السكر هنا عندي نصف كاس الحجم ديالو مية وخمسين ميلي ليتر ما يعادل اكزاكتومو تسعين غرام من السكر تقدر ترحو حتى المية غرام يعني دايمن السكر نتحكمو فيه كما نحبوه سلون فوترقو اللي يحبو الحلوة يقدروا يزيتو شوية انا بنسبة لي تسعين غرام تكفي لاغجمو في هاد الوصفة و دوكازة النشاء نشاء الدوراو لامايزينا حوالي 60 غرام كما اشتري من بالكاس اللي يلت به للحجم ديالو مية وخمسين ميلي ليتر كيلت نصف كاس من لامايزينا و نخلط دوكا مليح على هذا الدن فوي حتى نتحصل على خليط متجانس هذيك لامايزينا ما لازم تقعد لأخو بيبات لازم نتحسها بلي تحلت كمبلاتمو في عصير البرتقال نحط لكاس خول فوق نار متوسطى و نبدأ ان نخلط مليزمش نتوقفوا على التحريك اه الى الدن فوي ولا ملعقة خشبية كما حبيتو مع التحريك المستمر اعلم لكم هاد الخليط فيه لامايزينا إلا توقفنا هادك لامايزينا بسرعي حتحبطنا لتحتا في لكاس خول و حتشكلنا طبقة ومامتون الخليط ديالنا اه ماشي حجي فيه انتكس تيوغ شابا و رح يتشكلنا حبيبات نقعدو نخلطو حتى نحسو هادك الخليط عقد معانا و غير تشوفوا الخليط ديالكم رح يبدأ يغلي ورا بدت تشكلنا فقاعات ف هاد المرحلة انطفو على النار نفرغو الطبقة التالتة طبقة بنكهة البرتقال نفرغوها مباشرة على الطبقة التانية نحاولو نوزعوها باش نطولو سطح متساوي على كامل الجوانب نحط الآن التحلية بجانب نخليها تبرد باش تنحلها كامل هاد الحرارة غير توليت ياد و لا تبرد كملا تمونا نحطها في التلاجة على الاقل مدة ساعة هنا بعد مرور خليتها خليتها نحوالي ساعتين بعد مرور زود سبايع الآن جبتها وانحا نقسمها بهاد الادات اللي راي متوجدها في الأسواق نقسمها غير بالعقل هاك دا يا باش ديسيغ ديالنا يكون عندو شكل شباب باش تسهلو تانيك العملية عليكم تقدرو تمسحو هاد الادات عاك انشيفون يكون يميد هاك دا راكو راحين تقسمو ديسيغ فاسيلمون و ديسيغ ديالكم اعطيولو الشكل اللي راكو حابين تقدرو تديروها موربعات مستطيلات و الحجم تاني كما حبيتو تقدرو تديرو موربعات صغار مستطيلات كبار هذا يبقى حسب الخيار ديالكم الان هاديا نحا نسقمها نحيلها هادوك نحيلها هادك الجانب و نقسمها هادا على بشكل موربعات نواصل نقسم كامل ديسيغ ديالي و نعود نرجع معاكم فيما بعد احنا يا سيبو عني كملت قسمت كامل ديسيغ ديالي دوكب قتلي لاتوش فينال اني حنزينو بالقليل ديال بيستاش قدرو تستعملو في بلاستو شوية ديال نواصل و لا اي نوع اخر من المكسارات حسب الو ديالي كان هذا هو الو ديسيغ او تحليه اللي حدرتها معاكم في شكلها النهائي تحليه بتلتة طبقات طبقة الشوكولة والفاني والبرتقال لهاد الوديسير مميزة هاد الوديسير عنده القوام دياله رائع و تيكستور دياله اللي تخزك غياب دون عبوش نتمنى بكل قلبي انه هاد الوصفة تكون نالت اعجبكم احبائي حبيباتين قلكم الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله